نقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي نقش الأوضاع الصحية ومستجدات خطط مواجهة فيروس كورونا واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم الإدارات والبرامج الصحية بالوزارة وشركائها في المنظمات الدولية والمحلية استعرضوا بروتوكول اللجنة الوطنية العليا لمجابهة الموجة الثانية من كورونا والمتضمن جملة من الإجراءات الاحترازية والإجرائية وأكد الدكتور الوليدي على ضرورة تظافر اليهود وتوحيد الإمكانيات على مختلف الصعود لمجابهة الموجة الثانية لكورونا مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة وشراكائها بما يسهم في وضع خطة لمواجهة كورونا